الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مستمرة هذه المرة طالت عملاق تقنية الهواتف الصينية هواوي مذكرة اعتقال امريكي احلي مينغ وانج شو ابنته مؤسس الشركة والمديرة المالية لهواوي التي القت السلطات الكندية القبض عليها قبل ان تسلمها الى واشنطن التهمة الموجهة لمينغ انتهاق قوانين التصدير وخرق العقوبات الامريكية على ايران الاعتقال اثار غضب بكين وكذلك شكوكها بشأن هدنة الاشهر الثلاثة المتفق عليها مع واشنطن بعدم الاقدام على اية خطوة تذكي الحرب التجارية بين الخصمين اللدودين بكين طالبت السفارة الصينية في كندا باطلاق غير مشروط لسراح مينغ مؤكدة انها لم تخرق ايا من القوانين الامريكية او الكندية